لا شيء يبدو بنفس جودة الصور في الواقع يعني فقط قارن شكل الحقيقي مع حسابه على انستغرام ومجال الاعلانات التجارية مذنب بنفس القدر من ايس كريم البطاطس المهروسة الى سيارات الواقع المعزز السرية اليك بعض الحيال المذهلة المستخدمة في مجال الاعلانات التجارية خدعة مكدونالد اه مكدونالد اسسها ريتشارد وموريس مكدونالد في عام 40 واصبح مطعم البرغر المفضل لدى الجماهير على مدار السنوات الثمانين الماضية وبينما يقدر ان اكثر من 69 مليون عميل جائع كان يتوافد الى مطاعمهم كل يوم قبل المقاطعة فان البرغر لديهم سيء السمعة الى حد ما لكونه مخيبا للامال بعض الشيء عند مقارنته بما يظهر على لوحاتهم واعلاناتهم التلفزيونية ولكن كيف بالضبط يقومون بصنع البرغر المذهل الذي نراه في الحملات الاعلانية حسنا ردا على احد العملاء الذي سأل لماذا يبدو طعامكم مختلفا جدا في الاعلانات اصدرت مكدونالد كندا مقطع فيديو خلف الكواليس على قناتها على يوتيوب في عام 2012 يكشف كيف يجعلون البرغر الرخيص يبدو كأنه برغر المليون دولار والمثير للصدمة انهم يستخدمون مئة بالمئة من نفس المكونات ولكن مع الكثير من الدقة في حين قد يبدو الامر وكأن مكدونالد تحاول بيع فكرة الكمال وصدقني انا متأكد من انهم يفعلون ذلك فان هدفهم الرئيسي هو اظهار جميع المكونات الموجودة بالداخل مما يعني ابراز المخلل والبصل التي غالبا ما تكون مخفية تحت الخبز وبينما قد يبدو ذلك وكأنه عملية سهلة الا انه في الواقع يتطلب معرفة وخبرة مصمم طعام تتمثل مهمة هذا الشخص في تحضير الطعام وترتيبه بحيث يكون مميزا من الناحية الجمالية قدر الامكان وهو ما يؤدي في افضل الاحوال الى طعام غير واقعي تماما وفي اسوأ الاحوال غير صالحا للأكل كما سترى لاحقا في هذا الفيديو بنسبة لاعلانات مكدونالد بمجرد وضع المكونات يأخذ مصمم الطعام سكينا ساخنا ويذيب الجبن حتى يصبح لزجا بعد ذلك يحين وقت بعض السلصات الدقيقة حيث يحقن الكاتشاب والخردل في كتل متناسقة الشكل حتى مع كل هذه الدقة المضنية يتم تحسين لقطات هذا البرغر بشكل مثاليا للغاية حيث يعزز اخصائي الصور بمهارة تشبع الوان المكونات يرطب وضعها ويزيل اي عيوب النتيجة حسنا لا شيء مثل المنتج الذي تحصل عليه بالفعل ولنكون منصفين فهذه عملية دقيقة يمكن ان تستغرق الساعات على عكس موظف مكدونالدز المتسرع الذي يخلط كل شيء معا بشكل عشوائي حتى يتمكن العملاء من حشو افواههم في غضون دقيقتين من الطلب في حين ان مكدو تعترف بان البرغر الاعلاني الخاص بها يبدو افضل قليلا من نظره الواقعي يبدو ان هناك تناقضا طفيفا مع البطاطس المقلية ايضا تشير المصادر الى ان مطاعم الوجبات السريعة تزعم انها تعزز من جودة البطاطس من خلال دعمها باسفنجة واعواد اسنان ورغم ان هذا غير مؤكد اعتقد اننا جميعا نتفق على ان هناك شكلا من اشكال السحرية العب دورا هنا للحصول على التصميم المثالي الذي يرى في المواد الترويجية في كلتا الحالتين سواء تم استخدام الاسفنج واعواد الاسنان او شيئا مختلفا تماما فلا تنسى موضوع المقاطعة ابدا الجليد المزيف كما اشار مغني الراب فانيلا ايس في التسعينيات فمن الصحيح ان الجليد عاد بالفعل باختراع جديد تماما جليد مزيف نعم اتضح ان الجليد الحقيقية نادرا ما يستخدم في الافلام والتلفزيون بسبب خصائص ذوابانه الشهيرة هذا الى جانب مظهره الابيض غير المثالي والغائم يعني انه ليس جميلا ولا متينا بما يكفي لعرضه على الشاشة الكبيرة بمجرد النظر اليه بجانب نظيره الاصطناعي اعتقد ان هناك فائزا بكل شفافية ما رأيك بالنكتة؟ احدى الفوائد العديدة للجليد الاصطناعي المستخدم في الافلام والتلفزيون والاعلانات هو انه مصنوع من مطاط السيليكون كما ترى في هذا المقطع الذي شاركه صانع الافلام على تيك توك ديفيد ما فانه يتفكك بسهولة فائقة مما يعني ان مصمم الطعام لديهم سيطرة اكبر على حجم وشكل الجليد وهو ليس فقط غير قابل للذوبان وسهل للتلاعب به انه صامت ايضا هذا مهم بشكل خاص في الافلام حيث يمكن لاصوات الجليد الحقيقية ان تتداخل غالبا مع حوار الممثل من كان ليتصور ان مث هذه التفاصيل الصغيرة قد تحدث مث هذه الاختلافات الضخمة وهذا ليس حتى نصف الامر تسعى الافلام والاعلانات دائما الى تحقيق الواقعية المفرطة وبما ان هذا الجليد ليس باردا بالفعل فقد ابتكر مصمم الطعام طريقة اخرى لتزييفه من اجل الحصول على مشروب يبدو كأنه طازج من الثلاجة ويبدو مليئا بالقطرات يقوم مصمم الطعام بملء ابرة تحت جلدية بالجليسيرين ووضع قطرات في اماكن تكتيكية لا يمكن تمييز الجليسيرين عن الماء بشكل اساسي كما انه يحتفظ بمكانه لفترة اطول بكثير مما يعني ان المصورين لا يسارعون ضد الوقت والجاذبية للحصول على اللقطة الممتازة بعد وضع الجليسيرين يرش مصمم الطعام مزيجا بنسبة واحد الى واحد من الماء والجليسيرين في جميع انحاء الزجاجة مما ينتج عنه مشروب بدرجة الغرفة يبدو طازجا من الثلاجة يقال ليس كل ما يلمع ذهبا لكنني اود ان اضيف انه ليس كل ما يقطر بهردا مسببات العطش الصيف والعطش حان الوقت للتحدث عن المشروبات الغريبة المستخدمة في الاعلانات التجارية ولنقول فقط ان هناك بعض المكونات غير المتوقعة لنبدأ بالقهوة المفضلة لدى الجماهير ومع التقارير التي تشير الى ان سوق القهوة العالمية ستبلغ قيمتها حوالي 155 مليار دولار بحلول عام 2026 فمن الواضح اننا نحن خبراء الكافيين لدينا اموال كثيرة لانفاقها فكيف اذا يجعلنا تجار تجدئة ننفق الاموال على جرعات القهوة وفقا لمصادر مختلفة غالبا ما يتم ضخ المشروبات في الاعلانات التجارية بصابون سائل لتحقيق زيادات رغوية ضخمة تساعد هذه المادة المضافة في الحفاظ على مظهر طازجا ورغويا لفترة اطول بكثير من المشروب الحقيقي مما يعني ان المصورين لديهم متسع من الوقت لاخذ اللقطة المناسبة وهذه ليست الطريقة الوحيدة التي يحافظون بها على مظهر هذا المشروب الفوار الطازج يقول الناس غالبا ان عالم الفن مليء بالخدع والمرايا حسنا في عالم القهوة كل شيء مليء بالبخار والسدادات القطنية دهني اشرح هناك خدعة شائعة يستخدمها مصمم الطعام وهي اخذ سدادة قطنية مبللة غير مستخدمة بالطبع وضعها في المايكروويف ووضعها في او خلف الطعام او المشروب كوسيلة لمحاكاة البخار المنبعث من المنتج عند تصويره لذا حاول ان لا تنزعج من حقيقة ان القهوة الفاخرة التي تراها على الشاشة الكبيرة من المرجح ان تكون باردة مليئة بصابون ومقدمة مع سدادة قطنية ساخنة اعني ان هذه ليست الطريقة التي اتناول بها قهوة عادة ولكننا نحب اشياء مختلفة قد يكون الامر مفاجئا لكن المشروبات الباردة التي يتم الاعلان عنها ليست خالية من الخدع ايضا النبيذ على سبيل المثال هو الاكثر خداعا على الاطلاق ليس فقط لان شركات الانتاج لا تريد انفاق اموالا طائلة على المشروبات الكحولية الفعلية للاعلانات بل في حالة الافلام تفضل ان لا يسكر الممثلون ولكن لا تقلق فمصمم الطعام لديهم كوكتيلات خاصة بهم نبيذ احمر لا جرب الماء مع القليل من تلوين الطعام ماذا عن النبيذ الابيض حسنا هذا ايضا مجرد ماء ولكن مع بضع قطرات من كتشين بوكي يطفي هذا المنتج لونا ذهبيا لانه يتكون من نكهات الكراميل والخضروات ويستخدم بشكل اكثر تقليدية لتحمير وتتبيل اللحوم نحن جميعا نحب الكعك أليس كذلك؟ نأكله في الاوقات الجيدة وفي الاوقات السيئة ايضا على الرغم من ان معظم الكعك الذي نراه في الافلام والاعلانات التجارية ليس اصليا تماما نظرا لحقيقة ان التغطية السكرية تذوب فان الكعك ينخفض وخاصة تحت اضواء الاستوديو الساخنة لهذا السبب قد يعزز مصمم الطعام الكعكة عن طريق ادخال طبقات من الورق المقوى بين الطبقات لتجنب فوضى التغطية السكرية المتسربة وبمجرد وضع الورق المقوى يقومون ببساطة باخفائه بطبقة اخرى من التغطية السكرية وكأن شيئا لم يحدث هناك مجموعة اخرى كاملة من التحلية الخادعة وحتى الشوكولاتة المذابة هي من بين الجناء في مقابلة كشفت مصممة الطعام ايما فيغنبو المقيمة في نيويورك انه بدلا من الشوكولاتة المذابة الفعلية يميل المصممون الى اختيار خليط من منتج تنظيف البوراكس غراء pva وملون الطعام واذا لم تكن تعرف بالفعل فهذه هي وصفة سلايم المصنوع في المنزل ولكن ما هو سبب هذا المحتهل اللزيج حسنا على عكس الشوكولاتة لا يذوب سلايم ولا يتصلب بنفس السرعة تقريبا ويمكن تعديله بسهولة لتحقيق المظهر المطلوب مصمم الطعام هؤلاء هم حقا مخادعون مراوغون اه ليس كذلك؟ كما تنضم الكريمة المخفوقة الى عصابة الاطعمة الخادعة نعم وفقا لمصمم الطعام نادرا ما يتم استخدام الكريمة المخفوقة الحقيقية نظرا لحقيقة انها تصبح فوضى سائلة وكريهة بسرعة كبيرة لذا غالبا ما يفضلون استخدام التوأم الشرير للكريمة المخفوقة رغوة الحلاقة نعم نظرا لمظهرها الابيض اللامع وبنيتها طويلة الامد فان رغوة الحلاقة هي البديل المثالي للكريمة المخفوقة وتبدو بالتأكيد لا تقاوم بنفس القدر ولكن ثق بي انها ليست بنفس اللذة تماما الان لننتقل الى التحلية المخادعة تالية تخيل هذا المشهد في يوم شديد الحرارة انت تحترق تتوق الى العناق البارد للايس كريم وعندما تقترب منه تستسلم لاغرائه يسارع لسانك لالتقاط مذاق الايس كريم الجامد وهو ينزل على جانب المخروض لكن الاوان قد فات تتسرب من الايس كريم قطرات كريمية من جميع الزوايا يديك للأسف على الرغم من بذ قصارى جهدك اصبحت لزجاء للأسف للأسف اختصار الايس كريم يذوب وقد وجدنا انفسنا جميعا في هذا الموقف حسنا ربما معظمنا لكن يمكنك ان تتخيل ان محاولة تصوير هذا الشيء هو امر لا يمكن تصوره لذا لتجنب هذا الموقف اللزج يستخدم مصمم الطعام بدلا من ذلك استعد لهذا لانه غريب جدا البطاطس المهروسة نعم باستخدام بضع قطرات فقط من ملون الطعام يمكن لمصمم الطعام تحويل البطاطس الى بودنغ ولكن لماذا البطاطس؟ حسنا الامر بسيط حقا البطاطس المهروسة لها قوام مماثل يمكن تلوينها بسهولة واذا لزم الامر يمكن تناولها وعلى الرغم من ان البطاطس المهروسة ليست مقززة او اي شيء من هذا القبيل الا ان هناك شيئا مزعجا حقا في توقع لعق الايس كريم الحلو بالفراولة ثم مواجهة بطاطس مهروسة مالحة بالزبدة بدلا من ذلك ولكن مهلا اذا كنت تستمتع بمذاق هذا الفيديو حتى الان فاسدل نفسك معروفا واشترك في القناة هل قمت بذلك؟ رائع فلنعود الى الموضوع الروبوتات نحن نعيش في زمن حيث لا يكفي تنسيق الطعام الى الكمال لا اذا كانت الاعلانات التجارية هي المعيار فاننا نفضل ان نرى الطعام يطير وينتشر في الهواء مثل نوع من عروض الالعاب النارية ويمكنك المراهنة على ان كل هذه الالعاب الخاصة بالطعام تتطلب الكثير من التنسيق ستيف جيرالد هو رامي تاكو مخضرم ولكن مهندس بصري هو على الارجح ما ستجده مكتوبا في سيرته الذاتية يقوم ستيف وشركة الانتاج الخاصة به The Garage ببناء آليات روبوتية غير عادية والتي يستخدمونها لانشاء مقاطع مذهلة حقا كشف ستيف في مقابلة ان ابتكاره المفضل هو ما يسميه Deconstructed Burger Rick وهو ابتكار ربما تكون قد رأيته بالفعل مستخدما في الاعلانات مذهل أليس كذلك كما ترى يتم تعليق كل مكون فردي على خيط والتي يتم تحريرها في مرحلة ما بعد الانتاج ثم من خلال آلية المقصلة السريعة يتم قطع الأوتار مما يسمح للجاذبية بعمل الباقي أتمنى لو كان ارتداء الملابس بهذه السلاسة طريقة ستارباكس عادة ما يخطئ العاملون في ستارباكس في كتابة الأسماء بشكل خطئ الأمر الذي أشعل مؤامرة على الانترنت مفادها أن هذا قد يكون متعمدا النظرية هي أن العاملين في ستارباكس يكتبون أسماء العملاء أحيانا بطريقة سخيفة تماما وذلك لحملهم على مشاركة الخطأ المضحك مع الأصدقاء والعائلة ووسائل التواصل مما يؤدي إلى زيادة الإعلان عن ستارباكس ذكي أليس كذلك؟ حسنا استجابت ستارباكس بالفعل لهذه الادعاءات وقالت إنها بريئة يزعم الممثلون أن تقليد كتابة الأسماء هو طريقة بريئة وممتعة تماما لموظفيهم للتفاعل مع العملاء مما يشير إلى أنه لا يوجد حقا دافع خفي ولكن بغض النظر عما إذا كانت الأسماء مكتوبة بشكل خاطئ عن قصد أم لا فإن الشعور بالتخصيص والملكية الذي يأتي من مشروب ستارباكس المسمى هو بلا شك صيغة رابحة هذا يجعل العملاء يشعرون بالسعادة والارتباط بالمنتج في حين يمنح الشركة الضخمة شعورا شخصيا صغير الحجم على النقيد من ذلك ومن المرجح أن يزيد من ولاء العملاء في الأمد البعيد لذا وبكل صدق فإن الاحتمالات هي أنه إذا أخطأ العامل في ستارباكس في كتابة اسمك فمن المحتمل أن لا يكون ذلك مؤامرة بل إنه إما لم يسمعك بشكل صحيح أو ببساطة لا يهتم حقا بمعرفة اسمك أو كيفية كتابته بالنسبة للعديد مننا ربما يكون شراء منزل هو أكبر عملية شراء نقوم بها على الإطلاق حيث ذكرت قناة سي أن بي سي أن متوسط سعر المنزل الأمريكي يقل قليلا عن ثلاثمائة ألف دولار لذا فليس من المستغرب أن يكون هناك الكثير من السماسرة العقاريين الجائعين الذين ينتظرون الحصول على أموالنا وإتمام الصفقة ولكن كيف يمكنهم بالضبط إغراؤنا للشراء؟ أولا وقبل كل شيء يحتاجون إلى بعض الطعم لإغرائك بالدخول إلى شبكتهم والتي غالبا ما تكون عبارة عن صور مضللة عبر الإنترنت مضللة كيف؟ حسنا فقط ألقي نظرة على هاتين الصورتين الملتقطتين من نفس المكان بالضبط في غرفة مختلفتان قليلا فقط ألا تعتقد؟ ذلك لأن العدسات ذات الزاوية الواسعة مثل تلك المستخدمة لالتقاط الصورة الثانية تعمل على توسيع المساحة تبدو الأشياء متباعدة وأكثر بعدا عن المعتاد مما يبالغ في فارق الحجم بين المقدمة والخلفية مما يخلق وهما بأن الغرفة أكبر مما هي عليه في الواقع في حين أنه من المفهوم أن وكلاء العقارات يريدون إظهار أكبر قدر ممكن من المنزل يمكنك أن تفهم لماذا تكون هذه الصور مضلل بعض الشيء في الكثير من الأحيان ومع توفر الزاوية العريضة للغاية الآن على الهواتف الذكية أصبح من السهل جدا جعل الأشياء تبدو أكبر مما هي عليه بالفعل على أي حال ماذا بشأن عندما تصل إلى العقار وتدرك أنه ليس تماما كما تخيلته كيف يقومون بتلميع الكذبة إذا جاز التعبير حسنا يزعم وكيل العقارات في كولورادو كريب إريكسون أن الرائحة هي تفصيل مهم يستخدمه الوكلاء العقاريون غالبا لصالحهم قد يرشون رذاذ بسكاويت رقائق الشوكولاتة أو حتى بعض الفشار أي شيء من شأنه أن يخلق رائحة منزلية جذابة يسلط إريكسون الضوء أيضا على أهمية استخدام الموسيقى لإطفاء أجواء مميزة على الرغم من أنه يتجنب أي أغاني مشهورة لتجنب أي ارتباطات سلبية بعد كل شيء هل يمكنك تصور هذا المشهد؟ آه هذا المنزل جميل انتظر دقيقة هل هذه أغنية فرقة نيكلباك؟ هيا فلنغادر الآن بعيدا عن العقارات يعتبر شراء سيارة أحد أكبر المشتريات أيضا حيث ذكرت مجلة فوربز أن متوسط سعر السيارة الجديدة يبلغ 45 ألف دولار من المتوقع أن تتسارع الصناعة إلى ما يقارب 9 تريليون دولار بحلول عام 2030 وهذا يعني صباقا بين تجار السيارات للحصول على المال لذا فليس من المستغرب أن يمتلك مجال السيارات بعض الحيل الإعلانية الأكثر إثارة للدهشة هو ما يسمى بلاك بيرد وهو متحول افتراضي يمكنه التحول إلى أي سيارة دعني أشرح في الأساس تعمل بلاك بيرد مثل أي سيارة عادية ولكن مع الكاميرا الموجودة على متنها بزاوية 360 درجة وماسح ضوئي باللايدار فهي ليست أقل من مميزة تلتقط كاميرا لوحة القيادة البيئة المحيطة بينما يستخدم ماسح اللايدار تقنية الليزر لجمع أبعاد المباني والأشياء القريبة باستخدام سي جي آي يمكن تحول بلاك بيرد إلى أي سيارة يمكن للعقل تخيلها ولكن بفضل التقاط الحركة الثلاثية الأبعاد من الكاميرا وماسح اللايدار يتمكنون من إعادة إنشاء عكاسات حقيقية على سيارة سي جي آي مما ينتج عنه عرض واقعي للغاية لا يمكن تمييزه عن الواقع ليس هذا فحسب بل إن بلاك بيرد قابلة للتعديل بالكامل بحيث يمكنها الإطالة التوسيع وتبديل العجلات ونظام التعليق لتتناسب مع النسب العامة لأي شيء من تويوتا إلى رينجروفر على الرغم من مدى روعة هذا فمن المؤكد أنه سيكون من الأسهل تصوير سيارة حقيقية أليس كذلك؟ على ما يبدو لا غالبا ما يتم تصوير الإعلانات قبل وقت طويل من الانتهاء من تصميم السيارة بالكامل لذا إذا تغير أي شيء فمن الأسهل والأكثر فعالية من حيث تكلف تحرير عرض سي جي آي بدلا من إعادة تصوير الإعلان بالكامل كما تحظى بلاك بيرد بشعبية كبيرة بين مخرج الأفلام حيث تتوفر لديهم أي سيارة تقريبا في متناول أيديهم دون المخاطرة بإطلاف أو التأمين المترتب على استئجار أو شراء سيارة مثلا جاكوار إي طايب قديمة موديل 61 وبينما يتم إخفاء السعر الدقيق لسيارة بلاك بيرد يقال إنه جزء بسيط من تكلفة السيارات القديمة والمميزة لذا في حين أن هناك بتأكيد سببا وجيها لاستخدام بلاك بيرد لا يسعني إلا أن أشعر بأن إعلان سيارة سي جي آي بالكامل ربما يكون خادعا مثل النماذج والأطعمة المعدلة بالفوتوشوب ولكن ما رأيك أنت؟ أخبرني في التعليقات لكن دعنا نقول مثل معظم الناس أنك لا تملك إمكانية الحصول على لامبورغيني ولا بلاك بيرد ولكن لديك شغف محدد وغريب بالإعلان عن السيارات على أي حال؟ حسناً وجد المصور الهندي كونال كليكار نفسه في هذا المأزق أثناء الحجر الصحي في عام 2020 وتوصل إلى حل إبداعي للغاية كان كونال في محادثات مع شركة لامبورغيني حول جلسة تصوير محتملة ولكن مع انتشار الوباء لم يكن من الممكن له السفر إلى أوروبا ومع ذلك قرر كونال تصوير أقرب شيء للامبورغيني لعبة لامبورغيني نعم بمقياس واحد على ثمانية عشر من لامبورغيني هوراكان قام بتأمين النسخة على جهاز المشي بواسطة قطعة من الخيط واستخدم كونال تقنية تسمى المنظور القصري للحصول على وهم سيارة لامبورغيني بالحجم الكامل المنظور القصري هو تقنية شائعة يستخدمها المصورون وأي سائح تقريبا يزور برج بيزا المائل حيث يمكن أن يجعل موضوع الصورة يبدو أقرب أبعد أو أصغر وفي حالة سيارة لامبورغيني اللعبة الخاصة بكونال أكبر لجعل المشهد يبدو أكثر واقعية رش السيارة وجهاز المشي بالماء لتقليد المطر واستخدم إضاءة ساطعة لإنتاج عكاسات على الأرض واستخدم أيضا شبكة تينس الطهولة لتفاصيل الخلفية وبينما لم يكشف كونال عن جميع أسراره تماما فأنا متأكد من أنه ربما كان هناك القليل من سحر الفوتوشوب أيضا لجعل تلك الألوان تبرز حقا بغض النظر عن ذلك بمجرد أن تتجمع كل الأشياء معا فلن تشك في أي شيء ذلك حتى تبتعد قليلا وترى رجلين بالغين يلعبان بلعبة سيارة حسنا أنا لا أضحك عليهما أن أريد حقا المشاركة في اللعب أيضا علاوة على ذلك قام مستخدم تيك توك والمخرج السينمائي ديفيد ما أيضا بتصوير سيارة تسير على جهاز المشي وشارك المنتج النهائي على غرار كونال ابتكر ديفيد هذا الوهم باستخدام الإضاءة الديناميكية والمنظور القصري ولكن مع إضافة رشاش استحمام ورذاذ ضباب لإعطاء انطباع بعاصفة درامية النتيجة النهائية مثيرة للإعجاب حقا وتجعل سيارة BMW صغيرة تبدو كأنها استبدلت جهاز المشي بالإسفلد حسنا إذا تعلمت شيئا واحدا من كل هذا أعتقد أنني ربما وجدت أخيرا استخداما لجهاز المشي الخاص به لقد شاهدت مؤخرا إعلانا تجاريا للشامبو وفكرت أتمنى فقط لو كان شعري كثيفا ورائعا هكذا وبينما كنت أفكر في شعري البشع أجريت بعض الأبحاث وأدركت أنه في الواقع لا يوجد شعر يشبه الإعلانات التجارية إذن ما الذي يحدث؟ هل هو شامبو سحري؟ ليس تماما من أجل تحقيق هذه الخصلات الساحرة من الشعر يعترف مصمم الشعر بارتكاب الجرائم الكبرى استخدام الشعر صناعي استخدام وصلات الشعر الشعر المستعار وأي شيء تقريبا من شأنه أن يطفي مظهر تسريحة الشعر الكثيفة وفي بعض الحالات لا يكون الشعر متصلا حتى برأس العارضة مع كومة من الشعر مثبتة على الخلفية يمتزج شعر هذه العارضة بسلاسة مع بعض المنظور القصري مما يخلق وهما بخصى لشعر طويلة ذهبية اللوم أعلم إنه أمر لا يصدق لكن الخداع لا يتوقف عند هذا الحد في كثير من الأحيان لا يتمكن المصممون من تحقيق طموحاتهم غير الواقعية لذا يقومون ببساطة بتضخيم الشعر عن طريق حشو بعض كرات البوليستيران والتي كما ترى لا تتناسق أبدا مع المقدمة ربما تكون الخدعة الأكثر إثارة للصدمة والأكثر إثارة للإعجاب هي كيفية جعل تلك الموجات من الشعر تتطير صدق أو لا تصدق فإن الأمر كله يعود إلى رجلين صغيرين أخضرين لا ليسا كائنات فضائية بشرين أخضرين يرتديان بدلات مورف وظيفتهما هي استخدام قطبان خضراء صغيرة للتلاعب بشعر العارضة وجعله يبدو كأنه يتطير بشكل طبيعي باستخدام تقنية الشاشة الخضراء يتم قص هذين الرجلين الصغيرين لاحقا في مرحلة ما بعد الإنتاج وبحلول الوقت الذي يصل فيه إلى التلفزيون لن نشك في أي شيء لا يوجد شيء يضاهي سحر التلفزيون أليس كذلك؟ إذن ما الذي تعلمناه؟ حسنا إذا كنت تريد حقا شعرا مثل ما هو موجود في الإعلانات التجارية فستحتاج إلى رجلين أخضرين بعض كرات البوليستيران وقص شعر مأخوذ من كازن إيت من عائلة أدامز متوفر في جميع متاجر التجزئة آه وربما فقط ربما الشامبو الفعلي الذي يحاولون بيعه لك لكنني أشك في ذلك آه كنت أنسى إذا كنت مهتما برؤية بعض الأشياء الأخرى الأكثر رعبا والتي لن تعرضها الشركات أبدا في إعلاناتها مثل حك مؤخرات موظفي مكدونالد وبرجر اليرقات فتأكد من مشاهدة مقطع الفيديو الآخر ماذا يحدث لطعامك خلف الكواليس؟ إنه مقطع سيفتح عينيك بالتأكيد إذن أي من هذه الحيال الإعلانية صدمتك أكثر؟ أخبرني في تعليقات أدناء وشكرا على المشاهدة ترجمة نانسي قنقر